السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم لكم فيديو ملخص على درس التنوع والتباين الاقليمي في الجزائر هذا الدرس هذا يدخلوكم في مخطط جاسية نديرو اسهل ما يكون باش تفاهموه تخبيها والمخطط هذا دوك نبدو نقرأو فيه ونفاهمه عندنا من الفقعاتيك التضاريس التضاريس هاتي تنقسم الى زوج الاقليم الشمالي والاقليم الجنوبي نبدو بالاقليم الشمالي في القسم الاقليم الشمالي اللي هو يعني يمثل 381 1741 كم مربع من المساحة الكلية اي 16% ينقسم الى اربعة تضاريس الجبال الهضاب السهول والاحواض في الجبال تنقسم الى اتنين سلسلة الاطلس تلي وسلسلة الاطلس صحراوي بها جبال مثل في سلسلة الاطلس تلي عنا بابور بيبان جورجورا وتلمسان سلسلة الاطلس صحراوي عمر قصر نماميشا وولاد نايل عندنا في الهضاب تنقسم الى اتنين ثانية شرقية وغربية الشرقية تكون حوالي 800 متر اما في الغربية من 650 الى 1000 متر عندنا دكاف السهول عندنا سهول ساحلية وسهول داخلية سهول ساحلية مثل عنابة بيجاية وهران ومتيجة اما في الداخلية مثل معسكر سيدي بالعباس طيف وتيارت وكاين ثانية الاحواط اللي هي مناطق منخفضة محصورة بين الجبال مثل شلف عسكر سيدي بالعباس مما نستخلص من الاقليم الشمالي انه نقسم الى اربعة ينقسم الاقليم الشمالي الى اربعة الجبال وهي اطلس تيلي واطلس صحراوي وهي ضعب الشرقية والغربية سهول ساحلية والداخلية والاحواط اللي هي محصورة بين مناطق مختلفة محصورة بين الجبال نوحدك الاقليم الجنوبي الذي يمثل 2 مليون كيلومتر مربع من مساحة الجزائية الكلية اي 84% منها اذا ينقسم الى خمسة الجبال وهي التاسيلي والهوقار الحمادات حمادة الدراع الدوارة غير وهذا بالتدميد اذا الحمادات مثل هضب المنخفضات وهي الشطوط والأودية مثل الشطم الغير وتسوف غردايا ورقلة عندنا الرق تانيت اللي هي عبارة عن سهول مغطات بالحاصة او حجارة كيفش نقولو مشي حجارة اه مغطات كلي بالتربة الخشينة اه ولا يمكن الزرع فيها وكاين تانيت العرق وهي كتبانة رملية صالحة للزراعة كالشاش والعرق العرق الغربي الكبير والعرق الشرق الكبير ومما استخدثوا في الاخير باللي الاقليم الجنوبي القسم الى خمسة جبل حمادات المنخفضات الرق والعرق هذا ما كان هاكا نكون وكملنا على فيديو وتعالي اشتركوا في الفيديو الجاي ان شاء الله الى اللقاء اشتركوا في القناة